بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شبابنا العزة أولا الحمد لله على سلامك ويا ربي ما تشوفهم بس الخير حسب تعليمات الجديدة وخصوص التعليم الإلكتروني فقد تم تصميم جوجل كلاسروم منصة إلكترونية لشرح مادة الفيجول بايسيك بالأضافة سوف يهتم رفع جميع المحاضرات الفيديوية على جوجل كلاسروم وكذلك على اليوتيوب من أجل تأسير عملية دراسة المادة وإيصالها بشكل بسيط بالنسبة لمحاضرة اللي فاتت تم شرح موضوع المسج بوكس وتم أخذ فكرة كاملة على هذا الموضوع سوف أقوم بعادة شرح هذه المحاضرة بصورة سريعة في هذا المقطع ثم سوف أقوم بشرح باقي تفاصيل المواضيع القادمة في المقاطع القادمة خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لموضوع المسج بوكس موضوع المسج بوكس هو موجود في صفحة 26 بالمنزمة المسج بوكس بصورة بسيطة هو عبارة عن رسالة بسيطة تنبهني بوجود شيء معين أثناء البرنامج يعني مثلاً في حالة فتح أي برنامج مثلاً وليكون برنامج الفيجول ستوديو في حالة فتحت برنامج معين بالفيجول ستوديو أي برنامج بسيط ثم بعد ما أفتح أي برنامج أحاول الخروج من هذا البرنامج سوف تظهر عندي رسالة بسيطة وهذه رسالة تسمى رسالة المسج بوكس طبعاً هذه رسالة تنبهني بوجود فتح شيء معين أو فتح حدث معين اللي هو أنه حالياً أنه أريد أسايف البرنامج أو ما أريد أسايف البرنامج فهذه الرسالة اللي ظهرت أمامي حالياً هي رسالة المسج بوكس رح نأخذ عليها بعض الأمثلة اللي هو المثال اللي موجود عدنا صفحة 26 بالملزمة اللي هو يتكلم على تكوين المسج بوكس بسيطة باستخدام لغة الفيجول بايسيك 6.0 خلينا نفتح البرنامج بالبداية مثل ما تعودنا عملية فتح البرنامج نوف أفتح البرنامج بعدين أختار standard exe بعدين أقول له ok رح أنزل command بسيطة وأغير الاسم مالتها من خلال خاصية الكابشين إلى message box msg box double click ورح أكتب كود جدا بسيط اللي هو يوضح لي المسج بوكس رح أقول له msg box double quotation double quotation داخل double quotation رح أكتب رسالة البرنامج اللي هي رسالة الترحيبية داخل message box الرسالة الرئيسية اللي تنبهني بوجود حدث معين مثلا do do you want to save a program بعدها رح أخلي فارزة بسيطة وأختار تحت الاختيارات اللي موجودة عندي اللي هي تمثلي comments اللي رح تطلع عندي خلال message box يعني مثلا أريد أختار yes و no cancel أو أريد أختار ok و cancel أو أريد أختار أي شيء ثاني طبعا كل هاي التفاصيل موجودة بالملزمة ورح أحاول أرجع عليها بصورة سريعة لأن هذه التفاصيل إحنا خطناها بالمحاضرة السابقة مثلا رح أختار bbso no cancel بعدين رح أخلي فارزة وأكتب التايتل اللي خاص بالmessage box مثلا نقول له exit حتى أنفذ المessage box البسيطة اللي حالين أنا كتبتها رح أضغط على start من المثلث اللي هو صاير بالtoolbox بعدين رح أجه أضغط على المessage box رح تطلع لرسالة جدا بسيطة مثل ما واضحة أمانكم اللي هي do you want to save program هذي بالنسبة اتمثلي برومبت أو اتمثلي محتوى الرسالة الاكزيت اللي هي اتمثلي التايتل اللي خاص بالmessage box وعندي الكماندات اللي هي بالأسفل اللي هي اللي أنا ردت تطلع لي أثناء المessage box طبعا من أجي أقارن المessage box ويشي اللي كتبت أول double quotation رح يكون خاص بالبرومبت أو في محتوى الرسالة بعد الفارزة الاولى رح تجيني الكوماندات اللي أريد آني أظهرهم بالmessage box وبعد الفارزة رح أخلي double quotation double quotation وراح أكتب داخل آخر double quotation اللي هي التايتل اللي خاص بالmessage box طبعا هذه message box جدا بسيطة خلينا نرجع المن للمزمة ونشوفها بالنسبة للمزمة بيها two tables التابلز الأول اللي هو يمثل لي الأشكال اللي تظهر عندي أثناء تكوين المessage box مثلا رقم 16 اللي هو vbcritical اللي هو علامة ال-X رقم 32 يمثل لي vbquestions اللي هو علامة التعجل وبقية التفاصيل نفس الحال يعني مثلا عندي 64 اللي هي تمثل لي vbinformation علامة ال-information خلينا نطبق هذا الجدول بال message box اللي سويناها بعد أول فارزة راح أقول لها vb خلينا نمسح هذه التفاصيل وحاقول لها فارزة جديدة vb information vb information اللي هي تمثلي رقم 64 بالجدول راح نشوف ال-value اللي هو 64 وراح نشوف ال-structure بعدين أقول plus vb yes or no and cancel راح تفهر عندي message box مثل ما شوفون قدامكم vbs vb information or vb yes or no and cancel خلينا أنفذ وأشوف هذه التفاصيل من أجي أضغط على message box راح يظهر عندي شي جديد اللي هو علامة التعجب اللي موجودة عندي علامة التعجب تكون موجودة عندي بالمكان اللي يكتبي لpromp اللي خاص بمن بالmessage box طبعا أكو شي ثاني من أجي آني أباو على الجدول multi أشوف عندي آني اللي خاص بالأشكال اللي موجودة عندي وعندي الفاليو مالتهم الفاليو مالتهم أنه أنا أقدر أستدعي هذه الأدوات عن طريق الفاليو مالتهم خلينا نجر خلينا نحذف ال information ونكتب 64 اللي هي تمثلي الفاليو اللي خاص بال VB information وأجي أشوف العملية راح تكون نفس العملية السابقة نعم نفس العملية السابقة خلينا نجرب شي ثاني خلينا نرجع ونشوف شونا اللي موجود عدنا مثلا عندي 32 اللي هي VB questions خلينا نكتب ال 32 ورح أجي أنفذ البرنامج إذن طلعت عندي علامة ال information أو ال questions إذن أنا بالبرنامج أقدر أستخدم ال variables أو ال value العفو وأقدر أستخدم structure هذا الشي خاص بي بالنسبة للجدول الثاني الجدول الثاني يمثلي structure اللي موجود عندي يعني مثلا في حالة أنه أريد أظهر فقط ال ok بال message box أما أقل VB ok only أو أقل 0 يعني مثلا إذا أنا message box multi أريد أظهر بيها فقط ال ok إذن أما أقول VB ok only لي وأجي أنفذ من أضغط رح تطلع عندي فقط ال ok ما تطلع عندي dais ولا no ولا cancel وأقدر أقول صفر اللي هي تمثلي ال value اللي خاص بال ok رح أجي أنفذ أضغط عليها إذن أنا بالبرنامج مالتي أقدر أستعين بمن أستعين بالأرقام أو أستعين بمن بال structure خلينا نأخذ مثلا عندنا يسونو اللي هي رقم 4 إذا أريد أظهر يسونو رح أقول رقم 4 وأنفذ رح يطلع لي يسونو أو أقدر شا سوي بالحالة الثانية اللي هو أقل V B يس نو أجي أنفذ وأضغط رح يطلع لي يسونو إذن أنا مخير أنا مخير أما أستخدم أما أستخدم ال structure أو أستخدم ال value حسب من حسب قانون المسج بوكس اللي موجود عندي طبعا قانون المسج بوكس تتكون من الم بعدين الم بعدين الم مثل ما موجود أما بكم بالضبع